بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا طلابنا الأعزاء اليوم رح نتكلم عن يونة 98 واللي بهذا اليونة نحكي عن صفات ال-ING وعن صفات ال-ED إخوانا الأعزاء لما صفة تكون بها ED مثل board معناها أنا متأثر بالشيء أو الحدث متأثر بهذا الشيء لما أقول boring يعني صفة بها ING هو ما يسبب الشعور يعني نكتب ملاحظة لما أقول ملاحظة صفة ال-ED هي متأثرة متأثرة بالشعور وصفة ال-ING هي مسببة للشعور وصفة ال-ING مسببة للشعور لاحظة أنا هذه الفتاة بسبب المواد اللي عليها والواجبات اللي عليها why فهي board يعني وقع عليها الحدث شوفوا شلون تعبان هاي الواجبات هاي الواجبات هي boring مملة boring مملة يعني ملانة ومملة هاي المواد مملة هذا هو الفرق ما بيناتين يقول john is bored وطبعاً يعني دائماً العاقل العاقل يكون هو اللي ملان أو وقع عليه الحدث والجماد دائماً لما نصف الجماد هو اللي رح يكون مسبب لش لأنه هو جماد يعني يسبب للمشاكل فمثلاً من أقول john is bored john هو عاقل هو متأثر بالشعور يعني هو اللي ملان ليش لأن الوظيفة مالتها جماد هي اللي سببت الملل فصار boring بيا خاه ينتهى الموضوع مالتنا كل يعني خلص خلص شوف الوظيفة كل هنا ing ليش ing لأن الوظيفة جماد هي اللي رح تسبب المشاكل سبب الإزعاج أما لما نقول I am bored أنا ممل بالوظيف أنا اللي اللي متأثر I am not interested أنا اللي وقع علي الفعل I am tired أنا متعب I am satisfied I'm not satisfied يعني الآن أنا عندي وظيفة لما نريد أقول على الوظيفة أقول satisfying هي مرضية إذا هي غير مرضية يعني أنا وقع علي الفعل لما أصف عن نفسي رح أقول satisfied يعني أنا متأثر هي مسببة لأن هي جماد دائما الجماد هو اللي يسبب المشاعر هو اللي يسبب المشاعر أما العاقل فهو يتأثر فهو يتأثر طبعا هذا كل الموضوع يعني الموضوع كل بس يقول Julia thinks politics السياسة السياسة شبيهة هي مملة interesting سياسة جماد لذلك أنا دحشة عن السياسة فلذلك هي مملة من أقول Julia is interested Julia هي اللي مهتمة بالسياسة شوف الآن هل هي من قام أو هل هي من سببت المشاعر أنا دأصف Julia لو وصفت السياسة أنا قاعد أصف Julia Julia عاقل غير عاقل عاقل أصف هذا الشيء أنا ما قاعد أصف نفسي هل أنت مهتم يعني أنا هس على سبيل المثال لما أنا أقول I am bored يعني أنا ملان زي من أقول I am boring يعني منها أنا ممل شوفوا الفرق يعني من تقول من تقول my friend is boring صديقي ممل يعني صديقي هو ليسبب الملل ومزعج من أقول من أقول my friend is bored يعني صديقي هو مستمتع أو هو عفوا هو هو اللي ملان لحكة عنه هيت surprising شنو معنا كلمة surprising من أقول surprising يعني معناها مندهش يعني مثلا أقول you are you was surprising يعني أنت كنت مدهش يعني أنت اللي سببتنا أنت اللي سببت أن العجوب الإدهاش بس من أقول you are you are surprised يعني بمعنا أنت اللي كنت متفاجئ بالحدث أنت اللي وقع عليك الحدث surprise يعني متحس يعني حس بالإدهاش بس من أقول surprising هو اللي يسبب إذن بال-ing يسبب بالإيدي يقع عليه الفعل يقع عليه the movie was disappointing شوف الفيلم الفيلم كان مزعج يتعبنا يعني شعرنا باليأس we were disappointed إحنا كنا ملانين ليش لأن إحنا اللي تأثرنا لأن إحنا اللي الأخبار كانت صادمة هي اللي سببت الحدث I was shocked أنا كنت منصدم إذن أنا أنا تسببت بالصدمة بسبب الأخبار شوف إذن لما أصف الجماد يعني دحشة عن الأخبار فقرت shocking أنا دع أصف نفسي يعني مو أنا اللي سببت الحدث الأخبار الأخبار هي اللي سببت ذرقنا ING بس لما أنا أصف نفسي أنا قاعدة حسنا أقول I'm shocked أنا اللي انصدمت إذن من أقول you are shocking يعني معناها أنت مصدم أنت دائما من سبب من المشاكل بس من أقول you are shocked يعني أنت منصدم هذا هو الفرق ما بين الحالتين